المطالب التي تنادي الرئيس عبد الربو في إصلاح الحكومة ليست فقط إصلاح الحكومة هو تخليص الحكومة ليس هناك عمل ولا سلطة حقيقية هناك اختطاف كامل القضية ليست فقط إصلاح لو كانت إصلاح كان الأمر سهلا هو إعادة ترتيب السلطة العليا وإعادة انتزاع القرار من جماعة الإخوان العسكري والسياسي بأسرع وقت ممكن عبد الربو كان بإمكانه أن يكون زعيما مرضيا يحظى بقبول وتم اختياره بشبه إجماع لكن ركوده ربما وسلبيته قعل الآخرين نشطين جدا وقعل الآخرين من خلفه وباسمه وباسم الرئاسة وباسم الحكومة ينفذون أجندات خاصة تطبع قطر أو غيرها هذه الأجندات تشكلت في أن القرار الحكومي والقرار العسكري ليس بيادة شرعية ولا يمكن أن نقول أنه شرعي ولكن هناك فرصة لعبد الربو وللعقلاء في هذا البلد في إعادة الأمور إلى نصابها أشكرك حتى لا يكثر الغضب الشعبي ولا يحصل ما لا يحمد عقباه